السلام عليكم مشاهدين الكرام و أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للحديث عن زيارة المبعوث الأممي مارتين جريفث إلى محافظة مارب قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث أن الحرب في البلاد يجب أن تنتهي فورا وأنه لا يمكن السماح بإطالتها جاء ذلك خلال زيارته إلى محافظة مارب والتي التقى فيها محافظة المحافظة سلطان العرادة و أضف جريفث أن زيارته تهدف للإطلاع على الوضع الإنساني و لفت العالم إليه من جانبي أكد المحافظة سلطان العرادة أن الحكومة مع سلام حقيقي و مشرف مؤكدا أن مارب ستستمر في نضالها حتى استعادة الدولة بعيدا عن الميليشيات والفوضى إذن نتوقف عند هذا الخبر للناقش في محورين أسباب و أهداف زيارة المبعوث الأممي إلى محافظة مارب و موقف المجتمع الدولي من التطورات الأخيرة في الجوف و مارب نتابع هذا التقرير و من ثم نبدأ النقاش خلف غبار المعارك في الجوف تعلو الدعوات الأممية والدولية إلى التهدئة و خفض التصعيد فبعد أيام من سيطرة ميليشي الحوثي على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث إلى محافظة مأرب زيارة غير مسبوقة جاءت وسط غمرة الحديث عن ترتيبات عسكرية تحضر لها الشرعية وبالتزامن مع هجوم الحوثيين الأخير بهدف استكمال السيطرة على محافظة الجوف المحاذية للسعودية جريفث و فور وصوله مأرب دعا إلى سرعة التهدئة واستيناف العملية السياسية محذرا من انزلاق البلد إلى مزيد من العنف كما شدد على ضرورة تحييد مدينة مأرب عن التصعيد والصراع باعتبارها كما قال ملاذا لمئات الآلاف من اليمنيين ومركز إيواء لآلاف النازحين تصريحات وإن بدت دبلوماسية في ظاهرها إلا أنها توحي بأن الهدف من الزيارة إقناع الشرعية بالقبول بسيطرة ميليشي الحوثي على الجوف وعدم شن عملية عسكرية لاستعادتها في مقابل ضمان عدم اجتياحهم مأرب بقراءة المعطيات أيضا يبدو أن المبعوث الأممي يحاول تعطيل التحضيرات العسكرية للجيش الوطني لصالح استئناف العملية التفاوضية وجس نبض الشرعية ومدى استعدادها للعودة إلى المسار السياسي لكنه أي المبعوث الأممي وإن بدأ قادرا على وقف تحركات الشرعية مثل كل مرة لا يمكنه ضمان وقف التصعيد الحوثي عن حدود الجوف وإلزامها بالدخول في عملية تفاوضية إذن نبدأ النقاش وينضم إلينا من محافظة مأرب الناشط السياسي عبدالله الشليف سيد عبدالله مساء الخير مساء النور أهلا بك سيد عبدالله نتحدث اليوم عن زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث إلى محافظة مأرب كيف تقيم الاجتماع الذي عقده المحافظة سلطان العرادة مع المبعوث الأممي بخصوص جهود إحياء السلام الحقيقة بالنسبة للجهود إحياء السلام وزيارة المبعوث الأممي كما نعرف وكما يعلم الجميع المبعوث الأممي ينشط عندما بعد أن يأخذ الحوثي جزء من الجغرافية بعد أن يأخذ مدينة أو يأخذ منطقة يأتي المبعوث الأممي لكي يحاول إحلال السلام يأتي المبعوث الأممي عندما يرى تحركات للجيش الوطني يتحرك نحو تحرير منطقة معينة هذا السلام الذي يرواه من ناحيتهم وهذا المنطق أصبح منطق غير مقبول كانت الزيارة اليوم بالنسبة لزيارة المبعوث الأممي لمعرف هي تأخذ أهمية أنها أول مرة يزور معرف لكن في مجمل الكلام لن يستطيع أن يحقق المبعوث الأممي أي شيء الناس في حالة من الإنزعاج الناس في حالة من الخوف والرعب من هذه التحركات التي دائما تأتي في غير محلها وفي غير رأوانها نعم إذن أيضا نتحدث هنا عن الحكومة يعني برأيك هل ترى أن الحكومة لديها خطط حالية لوقف التقدم الحوثي في محور الجوف ومعرف بالتأكيد يعني بالتأكيد الحكومة لديها الشرعية أصلا ستعتبر معرف هي آخر المعاقلة الحقيقية للشرعية يعني لأنه المناطق الجنوبية لا تكاد تكون هناك صيدرة كافية للحكومة الشرعية عليها الحكومة لا تستطيع أن تمرش مهمها في فيق المناطق الدولة المدنية الحقيقية الدولة الشرعية الدولة الفعلية هي الدولة التي توجد في معرف هنا في معرف الوزير له هيبة وكلمته والرئيس له احترامة والدولة والنظام والقانون موجود ولذلك تعتبر الحكومة الدولية الحكومة اليمنية أن معرف هي الملاذة الأخير معرف هي الملاذة الأخير للإحرار معرف هي الملاذة الأخير للمستفعثين معرف هي الملاذة الأخير للملحين معرف هي الملاذة الأخير لكل من يريد أن يحرر تراب الوطن ولذلك الحكومة تعتبر أن حسب تصريحات الوفد الحكومي واللقائتنا معاهم الحكومة تعتبر أن معركة مارب معركة مصيرية معركة الجمهورية الجديدة معركة أن تكون أو لا تكون المعركة قد يكون هناك تراجع لكنه تراجع القوس الذي ينطلق إلى الأمام فهي تولي هذه المعركة معركة أهمية كبيرة هناك استدادة بالتأكيد استدادة في أفقرية وهناك حشود شعبية هناك حالة من الإجماع الوطني بين كافة الأحزاب وبين كافة الفصائل وبين كافة مكونات الشرعية حتى التي كان بينها بعض الخلافات انتقى الفرقاء على صعيدة واحد وعلى طاولة واحدة وعلى هدف واحد هناك محاولة لملمة الصفوف هناك أيضا إجماع شعبي قل أن تجد له نوعا هناك عودة إلى الروح التحريرية التي بدأت في بداية الحرب وبداية النزاع نعم إذن أتكرم بالبقاء معي سيد عبد الله أرحب بضيفي من لندن المحلل السياسي الدكتور محمد جميح دكتور مساء الخير أهلا وسهلا من باريس أهلا بك دكتور من باريس سيتم التعديل من قبل الشباب دكتور اليوم نتحدث عن زيارة المبعوث الأممي لمحافظة مأرب كيف ترى هذه الزيارة؟ طبعا أخي العزيز هذه الزيارة تشبه الزيارة التي قام بها المبعوث الدولي قبيل اجتياح الحوثيين لنهم وطبعا المبعوث الدولي أرى أن من واجهه من وظيفته أن يقوم بمثل هذه الزيارة أثناء التصعيد أنا شخصيا أرى بأن كلام المبعوث الدولي وكلام طيب بعدم التصعيد لكن كما ذكرت في مناسبة أخرى بأن هذه الرسالة هي الرسالة الصحيحة لكنها ذهبت إلى العنوان الخطأ هذا الخطاب هو الخطاب الصحيح لكنه أيضا ذهب إلى العنوان الخطأ هذا الخطاب كان ينبغي أن يوجه الحوثيين الحوثيون هم الذين ذهبوا إلى الجو فهم الذين يهددون ويجمعون الألاف لغزو مأرب مرة أخرى وبالتالي وجه رسالتك يا صديقنا مارتين جريفت إلى الحوثيين لأنهم هم المعتدي أما أن تأتي إلى من يتجمعون اليوم من أجل الدفاع عن مدينتهم وعن محافظتهم وتقول لهم لا يجب أن تصاعدوا فهذا في حكم المنطق وقواعده يعد قياسا خاطئا ولا أساس له لأنك ينبغي أن توجه هذه الرسالة للحوثيين الذين يتحفزون للهجوم وليس المدافعين عن أرضهم وعرضهم وكرامتهم هذه النقطة النقطة المهمة أنا أعتقد أن الحكومة الشرعية يجب أن تكون أكثر صرامة في تعاطيها مع المدرس الدولي يجب أن تقول له شكرا جزيلا لك هذا الكلام الذي نسمعه هو كلام طيب لكننا نبصم عليه بالعشر الكرة في مرمى الحوثيين عليك بالتوجه الحوثيين لإقناعهم بأنه لا طائل من الحرب أخي العزيز هناك مفهوم سائد خارج اليمن مفاده أن الحوثيين يبحثون عن السلام وأن التحالف والشرعية لا تريد هذا السلام هذا المفهوم خطأ ويجب أن نتغير ويجب أن نعمل إعلاميا وسياسيا ودبلوماسيا على تغيير هذه الصورة الذين يرقضون اليوم السلام في اليمن هم الحوثيون الذين استغلوا اتفاق الحديدة وتجميد الجبهة هناك هم الحوثيون ذهبوا إلى حجور ثم ذهبوا إلى الضالع إلى الحشة إلى عتماء قبل ذلك أو إلى الجبهة نهم وإلى الجوف والعام يتحفزون لمألب يعني أجوز الحي إن جاز التعبير تستطيع أن تفهم بأن الحوثيين الذين يقولون بأنهم معتدا عليهم هم معتدون وأن الحوثيين الذين يقولون بأنهم مع السلام هم الذين يرفضون السلام علينا نحن أن نقول للمجتمع الدولي الأمم المتحدة لزعماء العالم للدول الأعضاء في مجلس الأمن للدول الرعية المبادرة الخليجية للدول الرعية الحل السلمي في اليمن أن مفهومكم مفهوم خطأ الحكومة الشرعية التحالف العربي يريدون السلام الذي لا يريد السلام هم الحوثيون لكن يا دكتور ألا يعد تحركات المبعوث الأمم الأخيرة ألا يعد الحوثيون في هذه المسألة أخي العزيز من ضمن الأخطاء التي نقعوا فيها ويقعوا فيها الآخرون أنهم منظرون للحوثيين على أساس أنهم جماعة سياسية ومجماعة دينية هذه الجماعة الدينية في صلب مؤتقدها الهادوي أن الإمام لا يعد إمام المكتمل الشروط إلا إذا خرج على الناس شاهرا سيفا ما معنى ذلك؟ معنى ذلك إلغاء لصندوق الانتخابات معنى ذلك إلغاء لتدور السلم للسلطة معنى ذلك أن الحوثيين يرون أن السلاح هو السبيل الوحيد للوصول للسلطة وبالتالي لا يمكن أن نسالمه لا يمكن أن نضع السلاح هذه عقيدة بالنسبة لهم ونحن عندما نتعاطى معهم على أساس أنهم حركة سياسية هذا نوع من الخلل لكن يا دكتور ألا يعد أن هناك استغلال من قبل المبعوث الأممي ألا يعد أن هناك استغلال من قبل المبعوث الأممي لهذا الظرف الأخير في تمرير الصيغة التي كانت قد رفضت مؤخرا وتصور الأمم المتحدة للحل فبالتالي قد يكون هو مسعى من المبعوث الأممي للضغط على الشرعية كون الحوثي يسعى للتقدم باتجاه محافظة مأرب أخي العزيز حتى لو افترضنا أن المبعوث الدولي ضغط على الحكومة الشرعية وذهبت إلى اتفاق من دون تنفيذ اتفاق في استوكولم الذي لم ينفذ معها أن الحكومة تشترط للذهاب الاتفاق الجديد أن ينفذ الاتفاق السابق في استوكولم حتى لو افترضنا أن الحكومة ذهبت مع الحوثيين بضغط للتوقيع على اتفاق سلام شامل ونهائي أنا وأنت والمشاهد البسيط يعني بأن الحوثيين لن يلتزموا بهذا الاتفاق لماذا؟ لأنهم لم يلتزموا باتفاق استوكولم ولم يلتزموا بأكثر من مئة اتفاق منذ 2004 حتى هذه اللحظة الإشكال ليس هنا الإشكال في أن الجماعة ترى بأن وسيلتها للحكم في اليمن ليس المبعوث الدولي ولا صندوق الانتخابات ولا السلم وإنما طريقان الطريق الأول هو السلاح لأنه هو الذي سيضمن الوصول للسلطة والطريق الثاني هو الدين والدعاية الدينية التي تحصر الحكم فيهم والتي تجعل الإمام الخارج على الناس بحد سيفيه هو الذي يستحق الولاية وهو الذي يستحق الحكم هذه المسألة بكل بساطة أما أن نوصي تنظيرات سياسية وتعقيدات ليس الأعجاب المسألة بسيطة الحوثي يقول إما نحكمكم أو أعدمكم لكم الخيار نحن واليمنيون طبعا لا يمكن أن يقبلوا بهذه المهادلة إما نحكمك أو أعدمك لابد أن يقاوموا بكل بساطة لديهم الحق وطنيا وعربيا للسوريا وقانونيا حتى الشرع السماوي يعطيك الحق والقانون الدولي كأن تدافع عن نفسك نعم إذن ابقى معي دكتور وأذهب لضيفي من مأرب الناشط السياسي عبدالله الشريف سيدة عبدالله نتسأل هنا أيضا عن من الذي يدفع الأمم المتحدة لممارسة الكثير من الضغط على الحكومة الشرعية وهو العكس مما يحدث مع مليشيات الحوثي التي تستمر بالتقدم على أكثر من جهة هو في العادة أي وقيد هو يسعى إلى قرض أجنده لكنه أيضا ينظر إلى الجانب الرطب من جهانب الصراع من أطراف الصراع فهو لا يهمه على أي حال من الأحوال قرية نتيجة الصلحة أو نتيجة الصراع لكنه يريد أن يشعر أنه نجح في وصادفه ولذلك فعلا هناك استغلال للضرف الطارئ الذي تعيشه اليمن الذي تعيشه الحكومة الشرعية الذي تعيشه طعد الانتكاسة الأخيرة في محافظة الجوف وقرضة نهل لكن هذا هو دائما منهجية المصلح يذهب فينظر إلى الطرف الذي قد ينصد له شروطا اللقاءات اليوم التي حصلت مع المبعوث الأممي بين المبعوث الأممي وبين كافة المكونات المبعوث الأممي لم يلتقي فقط السلطة المحلية المبعوث الأممي التقاب جادة الأحزاب السياسية المبعوث الأممي التقاب الوجاهات القبلية المبعوث الأممي التقاب والمنظمات المجتمع المدني في كل اللقاءات لم يجد إلا جواب واحد لم يجد إلا جواب واحد أنه هنا قوم ليس لديهم منجأ إلا تروسهم وسلاحهم لم يعد وراءهم ما يخسروه إن خسروا ماله فلذلك على رؤوسهم النقع سيحاربون حتى آخر لحظة وآخر نفسه من أنفاته كانوا سواء كانوا صغيرا أم كبيرا الكل مجمع على هذا حتى منظمة المجتمع المدني اليوم وجهت صفعة كبيرة للمبعوث الأممي حقيقة كان هناك تساؤلات سؤال أحرجها لماذا لم تشعروا بالقلق دبل إكتحام الجماعة السلطورية المسلحة لمدينة الجوف كما شعرتم بالقلق زاء الأحداث في محافظة الحديدة كان هناك فعلا إحراج وكان المبعوث الأممي يتلك في إجابته وكان يبدو عليه حتى أنه أنهل اللقاء بشكل مستعجل الإجابة الواحدة وجدها عند الكل عند المكون القبلي عند الوجاهات القبلي قالوا نحن سندافع عن أرضنا نحن لا نمذك إلا أرضنا هذه وسندافع عنها بسلاحنا هؤلاء قوم قررن نقع على رؤوسهم وضحت الصورة أشكرك جزيلا شكر سيد عبدالله الشليف ناشط سياتي كنت معنا من مأرب وأرحب بضيفنا من مأرب أيضا الباحث السياسي عمار البخيتي سيد عمار مساء الخير مساء النور أهلا بك سيد عمار نتحدث اليوم عن زيارة المبعوث الأممي إلى مأرب يعني برأيك ما هي دلالات هذه الزيارة في هذا الظرف دلالات هذه الزيارة دلالات هي زيارة المبعوث الأممي تعتبر تقضية سياسية لما تقوم به جماعة الفوزي من انتهاكات أو من اشتياحات للمحافظات المحررة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية زيارته أتت لجسد معنويات القيادات العسكرية والسياسية في محافظة مأرب لجسد المعنويات أيضا أن التثالفة يتكلم المبعوث الأممي أنه جاء إلى مأرب للإطلاع على الوضع الإنساني ولفت العالم إليه طبعا الوضع الإنساني معروف والأمم المتحدة مشرفة على الوضع الإنساني من خلال فروع منظماتها المتخصصة ومطلعة إلى كل شيء أيضا المبعوث الأممي عندما يصرح يجب الحرب أن تنتهي لكن هو يجب أن ينفذ قرارات قرارات مجلس الأمن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو عبارة عن يعني يقوم بمرارقة لتقدم جماعة الحوثي للأسف الشديد لديه قرارات دولية يجب أن يتم تنفيذها نعم وهو للأسف يعني بالدرجة دلالاته وصق سياسية لما تقوم به جماعة الحوثي من عمل عسكري إذن وضحت الفكرة أبقى معي دكتور عمار وأذهب لضيفي دكتور محمد جميح دكتور محمد نتسأل هنا ما الذي يمكن أن تقدمه زيارة غريفة خصوصا بأن هناك تشاؤم كبير من الجميع من هذه الزيارة كون أن الأمم المتحدة عندما تركز على مكان محدد أو تكثر زيارات المبعوث الأممي لهذا المكان يعني المنطقة هذه لا تجد الخير كما يقال يعني أنت تريد أن تقول أن غريفة نذير شؤوم إذن على كل أنا لا أعتقد أن الشؤوم في وجه غريفة أو البركة أو التفاعل في وجهه غريفة هو مبعوث دولي ويفترض فيه الحياة الذي يعلق فشله أو خطأه على المبعوث الدولي هو الفاشل وهو الذي يرتكب الخطأ أخي العزيز يعني حتى لا نكثر من يعني من انتقاد المبعوث الدولي ونحن ننتقده هذا حقنا لكن كي لا تغيب على الصورة المجتمع الدولي للتذكير أعطى الحكومة اليمنية وأعطى التحالف العربي سنوات طويلة من أجل الحسن ما الذي جرى لم يتم الحسن المجتمع الدولي أعطى الحكومة اليمنية وأعطى التحالف العربي الغطاء الشرعي والتشريعي وعطاهم القانون الدولي بأن أصدر قرارات من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع تجيز استخدام القوة لطرد الحوثين من العاصمة صنعاء ومن كافة المدن والاستعادة الشرعية كاملة على كامل التراب اليمني ماذا تريد أكثر من ذلك من المجتمع الدولي لم يحصل شيء ذهبنا للأسف الشديد للاقتدال الداخلي ذهبنا لفتح تغارات شانبية في الإدار ذهبنا لتبديل الطاقات هنا وهنا لا نحن عندما نريد أن ننتقد المبعوث الدولي وهذا حقنا علينا أيضا أن ننتقد أنفسنا داخليا ماذا فعلنا؟ يعني بمعنى أنك اليوم لا ينبغي أن نقول مارتين جريفت زار معرب إذن معرب ستسقط أولا معرب لن تسقط وأهلها دافعوا عنها قبل أن تدخر التحالف العربي وصمدوا قبل دخول التحالف بقرابة نصف عام ولم يدخل الحوثي ولديه قوة جيشين جيش الجنوب السابق والشمال السابق وجيش دولة الوحدة وما هربوه من الإيرانيين لم يستطيعوا ولكن الذي يقلقنا ليس أنهم سيدخلون مارب أو أنهم سيلتهمون اليمنة كلها الذي يقلقنا هو مزيد من الدماء التي ستسفك مزيد من استدامة هذه الحرب التي يريد للحوثي أن لا تنتهي إما أن يحارب أو أن يحكم أما مسألة الدفاع عن مارب أو الدفاع عن أي جزء من طراب البلاد فهذا لا ينبغي أن يأخذ فيه إذن من المتحدة أو من مارتين جريفت هذا حق دستوري وواجب للسوري على الحكومة اليمنية وحق اليمنين في الدفاع عن أرضهم لسبب بسيط هذه الجماعة ليست شرعية لا يعترب بها العالم وليست لها مشروعية داخلية جماعة انقلابية بكل بساطة من حق أي يمنين أن يقاومها في مناطقها أو خارج مناطقها أو خارج مناطقها وإذا أرادت الحكومة الشرعية أن تدافع عن مارب أن تتسعيد الجوف فالميدان مفتوح أمامها لا يمكن للأمم المتحدة أن تعارض دخول أو استعارة الجوف أو حتى استعارة العاصمة إذا كانت هناك عزيمة وإصرار وإرادة سياسية وعسكرية على استعارة الدورة اليمنية والأرض اليمنية التي تحدثتها الميليشية نعم إذن وضحت الصورة أشكرك جزيلا شكر دكتور محمد جميح كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس شكرا جزيلا لك وأرحب بضيفتنا من العاصمة البحرينية المنامة ميساء شجاعة الدين سيدة ميساء مساء الخير مساء النور أهلا بك أهلا بك سيدة ميساء أهلا بك سيدة ميساء نتحدث اليوم عن زيارة المبعوثة الأممي إلى محافظة مأرب ما دلالات هذه الزيارة خاصة وأنها جاءت في وقت يعني لا زالت الحرب تحوم حول تخوم هذه المحافظة أتصور أننا حاولت طمأنة دودية أنه الحوثين لن يتقدموا المعرض مع خطة مينات من الحوثين في هذا الخصوص أتصور أنه حسب لو شف متغريدة حسين العزي الأخيرة ممكن نخمن أش مطالب الحوثي واضح أن الحوثي ليس في نيته استحام معرب لكنه يريد حصة من الثروة النفسية فيها يعني بإمكانه أن يحاصرها أيضا أعتقد اكتحام مارك سيكون صعب يعني لأن التحالف الصور لن يتخلى عنها وأيضا مارك فيها قوة مقبلية جوية أكثر من الجوف بكثير ممكن تدافع عن المدينة وكلفتها الإنسانية أيضا والضغط الدولي ممكن يكون كبير فيها لكن أصور أنهم لن يتقدموا باتجاه مارك المسألة يمكن أيضا إعادة رسم من حدود الإقليمي يعني إقليمهم أزال لأنهم كانوا أطنا مواطن رسول الوطني كانوا يطالبوا في الجوف تكون جزء منهم وجزء من الساحل فهم كذا رسموا هذا الإقليم بالشكل الذي كان يطمحوا إليه لو افترضنا أنهم على الأقل في المرحلة الحالية أطعمحهم هي رسم حدود الإقليم اليمن السيدرالي كما طرح في المؤتمر الحوار المنطني على الأقل في هذه المرحلة فأطاول أنهم ممكن يكونوا متوقفين عند الجوف وهذه التطمينة الدولية من قبل المضاوح جميل إذن ابقي معي سيدة ميسا أعود لضيفي الدكتور عمار البخيتي دكتور عمار قرارات وتوصيات عديدة أعلنتها الأمم المتحدة بخصوص الوضع من خلال زيارة المبعوث الأممي كيف تنظر إلى عدم تنفيذ القرارات السابقة والتي أشرفت عليها الأمم المتحدة تعاملت الميليشيا معها بعدم مسؤولية ولم تنفذ أي من القرارات واليوم يأتي المبعوث الأممي ليطرح توصيات ومتناسي أن هناك قرارات كثيرة أساسا لم تلقى استجابة طبعا أريد أن أعقد على الدكتور محمد دميح وأتمنى أن يسمعني عندما طح هناك يوجد فشل في الشرعية وفشل كبير لكن بالنسبة عندما يوجد توصيف أن المبعوث الأممي محايد لا المبعوث الأممي يجب أن ينحاد إلى القرارات الأممية قرارات مجلس الأمر ويحدد الطرف المخالف ويتم معاقبته وهذا الذي سوف يصني إلى سؤالك أنه القرارات هناك كثير من القرارات ضد ما حصل من انتهاءات من اشتياح من إسقاط الدولة لكن الأسف الشديد هذا يدل على أن الأمم المتحدة ليس لها أي جدية في تنفيذ هذه القرارات التي هي قرارات مجلس الأمر التي هي يجب أن تكون نافذة ويجب أن يتم تنفيذها بناء على الفصل السابع في المادة 41 والمادة 42 النقطة الثانية أن هناك انحياذ للميليشياء المسلحة من قبل المبعوث الأممي بناء على ضقوطات الدول الدائمة العوية في مجلس الأمر التي لها أكثر قرارة في مجلس الأمر فالأسف الشديد هذا يدل يعني قرارات أممية لم تطبق على ميليشيات مسلحة هذا يدل أن هناك انخياذ لهذه الجماعة المسلحة طيب دكتور يعني كيف يعني أو ما الذي يدفع الحكومة الشرعية للمضي وراء المجتمع الدولي رغم يعني كل الخذلان الذي تلاقيه سواء من المجتمع الدولي أو التحالف أولا الحكومة الشرعية للأسف يعني هذه من أحد أسباب فشلها الحكومة الشرعية للأسف في خطابها الخارجي أو خطابها الدبلوماسي ضعيف جدا يعني ضعيف جدا ليس هناك اختصاص يعني ليس هناك متخصص في اختيار الكوادر الدبلوماسية الصحيحة المتخصصة في هذا المجال أيضا الشرعية الشرعية لأنها ليست قيادات الشرعية الأسف الشديد في الخارج لأن رئيس الجمهورية والحكومة بأكملها بأكملها موجودة في الميدان وتكون حكومة حرب حكومة حرب يعني المفروض أنه في ظل هذه الأوضاع في ظل هذا الانهار المتسارع والتقدم الكبير لمليشيات الحوثي المفروض أن الحكومة الآن في حالة طوارئ ويكون الكل بالزيل العسكري يعني في حكومة حرب تقول حكومة حرب لكن للأسف الشديد هذه من أكبر أسباب فشل الحكومة الشرعية نعم إذن وضحت الصورة أشكرك جزيلا شكرا دكتور عمار البخيتي كنت معنا من محافظة مأرب وأعود لضيفنا سيدة ميسا شجاع الدين سيدة ميسا يعني هل لما يحدث يعني علاقة بالضغوط الأممية على الشرعية بالقبول بصيغة سلام يعني يريدها الحوثي ويتم التنسيق يعني من خلال هذه الزيارة مثل مع تقدم التقدم العسكري الذي حفر في نهم الجوف لها لا يجب أي ضغوط دولي على الحكومة فيه فشل فيه فشل سياسي وعسكري والمسألة كلها أنهم بيحاولوا يقدموا يعني إرسال إشارات أو رسائل للمحافظة المعرض للناس بمعرف أنه إحنا محافظين على هذه المدينة كنطة المدينة مستقبرة وملائب للنازحين والناس الهاربين من البطشة الحوثي فبالتالي هم مستجمين مسألة أنه بيقدم إجتزام دولي ويمكن أخذ تصمينات من الحوثي أو شيء من هذا القبيل ومن التحالف تعهدات بأنه ممكن يساعد حماية المدينة لكن ما حدث في النهم أو في الجوف في مسألة فصل سياسي وعفكا ببريئة الجيش موضوع في هذه المناطب أرتخى لا توجد قيادات بجوار جنودها لا توجد مرتبات الجنود من غير مرتبات قد لهم شهور فالمسألة يعني فيه فشل غير عادي في إدارة المعركة والتحالف يبدو كأنه مثل الذي يشعر أنه يساعد أطراف غير قادر على مساعدة نفسها أو لا تحاول نصعب تنفسها لكن مسألتنا ما رب تخوض منها مختلفة ما رب لها أهمية حتى للتحارف نفسها فربما لونا مختلف نعم لكن سيدة ميساء هل لازلت الحكومة يعني قادرة على استعادة وجودها عسكريا وسياسيا أم باتت هي الأخرى يعني تبحث عن مخرج للوصول إلى حل سلام وفق الرؤية التي تراها الأمم المتحدة هي أكيد هذا أفضل مخرج لها والمخرج الذي هو رؤية السلام للأمم المتحدة هي رؤية أول ما تفعل هي إخراج الحكومة من العملية السياسية لأنها كلها رؤية السلام للأمم المتحدة قائمة على الاعتراف بقوة الأمر الواقع التي هي الحوثين في الشمال مجلس الانتقالي في الجنوب بعض القوة هنا وهناك مثل الحزو والإصلاح مثل بعض القوة الجنوبية الأخرى لكن في النهاية هي مسألة قائمة على الاعتراف بالأمر الواقع وتتجاوز مسألة الشرعية وكل ما كان موجود من عملية السياسية قبل اندلاع الحرب 2015 هذا النقطة النقطة الثانية أنه تستعيد الحكومة ما حسرته عسكريا ما صعب جدا إذا أنت في وضع الدفاع وضعك أفضل عسكريا لكن وضع الهجوم يحتاج منك قوة أكبر بكثير فإذا كنت خشلت في الدفاع عن نفسك فبالتالي أنت غير قادر على الهجوم مجددا نعم إذن أرحبت الصورة أشكرك جزيلا شكر الكاتبة والباحثة سياسية سيدة من سارة شجع الدين كنت معنا من العصمة البحرينية المنامة ونكتفي بهذا القدر مشاهدينا ونصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل حتى الملتقى في أمان الله